جيوسترات تغيرات اقليمية ودولية ترسم ملامح نظام عالمي جديد يلقي بدلاله على الساحل جيوسترات برنامج اسبوعي يصلط الضوء على التحديات والرهانات الجيوسياسية بالمنطقة برنامج اسبوعي يصلط الضوء على التحديات والرهانات الجيوسياسية بالمنطقة مستمعنا لكاري في كل مكان أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج جيوسر في هذا العدد نواصل الحديث حول أزمة ليبيا وكيف أصبحت ليبيا ساحة كبيرة للحرب بالوكانة بين عدة فواعل تتصارع على الأرض الليبية بطريقة غير مباشرة ولها أطمع في ليبيا أيضا إذن ولتفصيلي في هذا الموضوع يسعدنا بالحضور معنا هنا في الستوديو البروفيسور سلم بقوق البعث في شؤون الاستراتيجية ومحلل القناة أهلا بك بروفيسور مرحبا السلام عليكم بروفيسور سلم بقوق في العدد السابق تحدثنا عن ليبيا والتدخل حلف الناطو وتحدثنا كيف هذا الحلف لماذا لم يركز مجهوده على الدول الكبرى ليس حلف الناطو ولماذا لم يركز تركز مجهودها على انتهاج النهج السلمي الحل السياسي في ليبيا ولماذا تدخلت عسكريا في ليبيا يعني كيف كانت تدعيات التدخل العسكري في ليبيا من طرف حلف الناطو وكان الهدف حينها هو إسقاط نظام معمر القذافي هو النظام اللي كان في ليبيا نذك قبل 2011 هو العائق لعدم تدخل وعدم دخول هذه الشركات الغربية لاستنزاف ثروات في ليبيا وبالتالي العلاقة اللي موجودة اليوم اللي ربما هو يعني القذافي كان يعيق الأطماع الأجنبية وكثير من رؤساء الدول كان نفس الشيء اللي كان في ليبيا ربما هذه العلاقة اللي كانت موجودة وتم تحقيقها لأرض الواقع هي العلاقة الموجودة بين الموارد الطبيعية وعدم الاستقرار علاقة تردية هذا الاستحواذ وللهيمنة وللسيطرة على هذه الموارد الطبيعية لابد من خلق العالم هذه نقطة مهمة جدا لكن نريد قبلها أن نتحدث عن تداعيات تدخل حلف الناطو حينها على الأمن واستقرار في ليبيا على إسقاط الوضع الأمني على انتشار السلاح في ليبيا خاصة بعد فتح المخازن وأصبح السلاح متشر في ليبيا وأثر حتى على المنطقة برمتها يعني حلف الناطو كيف أثر في ذلك حلف الناطو لعب دور كبير وكبير جدا والهيمنة الأمريكية في تلك المرحلة والسيطرة الأمريكية على العلاقات الدولية والمركب الصناعي العسكري الأمريكي عنده دور كبير وكبير جدا هذا من حيث اللوجيستيك ومن حيث الممارسة الميدانية لعبة الحركات والجماعات الإرهابية دور كبير وكبير جدا في تنفيذ خطط ومفكرات الكبرى لهذه الدول وبالتالي بفضل هذه الأفعال استطعت هذه الدول أن تدخل في هذه المناطق والدليل على ذلك الشيء اللي حدث ولكن الحمد لله ما وصلهش للنتائج حدت هذه بوكو حرام في نيجيريا والمشاكل اللي انجرت ورها ولكن في نيجيريا كان فيه نظام مؤسساتي قائم على الوحدة الترابية في ليبيا هو اسمه في نيجيريا وما استطعتش هذه الجامعة رغم سيطرت كثير من المناطق في نيجيريا ولكن ما لحقتش هو تنظيم إرهابي ما لحقتش المقارب تها وهذا تنظيم إرهابي فيما بعد رح يكون عنده دور في الدول اللي رح تأتي فيما بعد في الصومال نعم إريتيريا وحتى في فيما بعد في سوريا انتشر في دول الساحة هو قدمة قدمة من من سوريا وليبيا يعني الإرهاب سوريا بداية البداية الأولى البداية الأولى البداية الأولى هو في أفغانستان آه في القاعدة القاعدة ثم اليوم حتى كنت تكلموا على الجمعات الإرهابية وانتقالها من دول لدولة إلى دولة أخرى رح تكلموا على معضلة لكان عندها دور هام وهم جدا في الحركة الإرهابية في العالم هو اليوم نتكلموا على المقاتلين الإرهابيين الأجانب نعم يعني يعني التدخل الأجنبي في ليبيا فجر الأوضاع في ليبيا وفجر الأوضاع في المنطقة برمتها هل هذا التوصيف أو إلى أي مدى يعتبر هذا التوصيف توصيفا دقيقا كي قلت لك هذه المقاتلين الإرهابيين الأجانب نعم هذا يقدر يدخل في وصفة الحرب بالوكالة هذه الجماعات الإرهابية تم استخدامها من طرف دول كبرى لتحقيق مآرب هذه الدول وبالتالي نحن مثلا في سوريا هناك الحديث على أكثر من 114 جنسية أجنبية في الجماعات الإرهابية التي كانت موجودة في سوريا وبالتالي هذه الجماعات ساهمت في نشر هذه الظاهرة الإرهابية في كثير من الدول التي كانت في البداية تبدو أنها دول مستقرة وآمنة وبالتالي هذه الدول التي مازالت إلى يومنا هذا مدامنا نتكلم عن موضوع ليبي مازالت الجماعات الإرهابية عندها دور هام وهم جدا حتى الدعم اللوجستيكي راح يكون من طرف هذه الدول سأعود التفصيل في هذا الموضوع يعني التدخل الأجنبي هو النقطة الفارقة في كل هذا الوضع في ليبيا هناك من كان يرفض هذا التدخل الأجنبي منذ بدايته في ليبيا نتحدث هنا عن الجزائر البلد الجار لليبيا والذي تنبأ بما حدث لليبيا فيما بعد سياسة رفض التدخلات الأجنبية كيف يمكن اعتبارها مبدأ له أثره في الواقع والميدان بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية معروفة عدم التدخل في شؤون داخلية للدول خاصة التدخل العسكري يعني تلفظه بشكل قاطع عدم التدخل في شؤون داخلية للدول بصفة عام يعني رفضته في ليبيا رفضته في دول الساحل حتى الدول الساحل كل شيء وبعد فيما بعد رح تظهر الصواب هو كان في الموقف الجزائري وبالتالي العامل السياسي وحتى العامل السياسي اللي كان في دول الساحل نفسه كان الطرح في ليبيا نفسه كان حتى طروحات في بعض الدول مثل سوريا مثل العراق سابقا نعم وبالتالي الدبلوماسية الجزائرية معروفة بهذا المبدأ وبالتالي اليوم نجد أن الحل السياسي هو حل جزائري مية بالمية نعم ونجد مثلا دول تدعم طرف على طرف آخر نعم هذا ما يعرف يا إما هي كانت دول وظيفية نعم ويا إما كانت حرب بوكالة تقدر تكون الحرب بدون نراق الدماء بدون إعلان حرب يعني في الطاهر يبدو هو صراع داخلي بين أطراف لكن دائما ما كانت هذه الأطراف تلقى دعما خارجيا وهنا يعني يتدخل مفهوم الحرب بالوكالة أطراف خارجية متسارعة بأياد داخلية هذا الانقسام ليزاد غذا وهذا المشكلة تكلمنا عليه في الحصة وفي ليبيا انقسمت في البداية انقسمت بين شرق وغرب وكل طرف له تسليح له دعم خارجي له اعترافات خارجية اليوم يعني كيف يمكن أن نشرح مفهوم الحرب بالوكالة بناء على التجربة الليبية في البداية في انقسامها الأول وفي الحرب الأهلية التي حدثت في بداية الأزم اليوم ليبيا خلاص يعني الأمور واضحة وضوح الشمس في النهار اليوم كان أطراف تدحم دول وأطراف تدحم دول أخرى وبالتالي هذه الدول لأنه حدثت حرب أهلية في البداية بطبيعة الحرب أخمدت يعني حتى اليوم حتى اليوم حتى اليوم صراحة ليبيا في تهديد بهذه الطريقة نعم في تهديد وتهديد كبير حدرت عديد من الدول من بينها الأمم المتحدة سنأتي إلى هذا لكن لابس أن نفصل في البداية هذه الفواعل الدولية التي كما قلنا طرف يدعم دولي يدعم طرف داخلي وطرف يدعم طرف داخلي حتى هناك أنه فيه تدخل عسكري صريح في ليبيا وتدخل عسكري غير مباشر في ليبيا هذه الحرب بالوكالة كيف أثرت على ليك؟ هو أشوف صراحة اليوم المشكل الأساسي في ليبيا مشكل عدم الاستقرار وإبقاء هذا عدم الاستقرار يغذي فيه أطراف أجنبية تحت رعاية أطراف داخلية نعم وطرف اليوم ليقعد مشكل للليبيين صراحة ما هو هو هذه الأطراف على رأسها حفطر نعم بمساعدة بمساعدة دول وظيفية أخرى تقوم بهذا الدور ولكن في نهاية المطاف الخاص الأول والأخير هو الشعب الليبي الشعب الليبي لراه منقسم في بقعة جغرافية مطرمية الأطراف وخيارات كبيرة وكبيرة جدا في ليبيا للأسف الشديد لم يتم استغلالها من طرف ليبيا ولكن هذه اليوم الجمع حرب بالوكالة يا إما تكون دولة يا إما تكون حركة يا إما تكون جماعة وبتالي اليوم الشركات المتعددة الجنسية اللي عندها دور كبير وكبير جدا في إبقاء عدم الاستقرار في ليبيا من أجل استغلال هذه طروات طبيعية هذا النقاش بدأ الأمر من التدخل العسكري وعدم انتهاج الحلول السياسية في البداية التي انتهجت في مصر في تونس وفي دول أخرى شهدت حالة مماثلة في أزمتها من ليبيا اليوم هذا التدخل الأجنبي في ليبيا أدى أيضا إلى انتشار سلاح في ليبيا ثم هذا السلاح انتشر حتى إلى الدول الأفريقية المجاورة في الساحل الأفريقي وأيضا انتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا التي أتت من كما قلنا من عراق ومن سوريا تنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على ليبيا ثم انتقل أيضا إلى المنطقة الأفريقية في الساحل يعني كيف تتحمل دول كبرى هذا الوضع المترد الذي وصلت إليه ليبيا الدول الكبرى أنا قلت لك الدول الكبرى الهم الوحيد بالخصوص ليبيا أن يبقى عدم الاستقرار رغم أن ظاهريا أن هذه الدول تسعى جاهدة لإيجاد سيناريوهات لاستقرار في المنطقة ولكن في الميدان وفي التطبيق تسعى جاهدة لإيبقاء عدم الاستقرار والتوتر والإضطراب في البداية هذا التوتر السياسي عدم الوصول بالمجتمع الليبي والشعب الليبي إلى تكريس مؤسسات سياسية للمجتمع الليبي وبتالي إنشاء الدولة الليبية في حد ذاتها وبتالي اليوم ليبيا صراحة مرشحة للعديد من السيناريوهات إذا شفنا الوضع القائم اليوم في ليبيا وبالتالي كان سيناريوهات صراحة سيناريوهات ما راحش تخدم للمجتمع الليبي لالقرى الإفريقية لالدول المجاورة لليبيا حتى أوروبا اليوم تشتكي من الهجرة غير شرعية التي تتخدم من الليبي بلسة وكثير من المسؤولين الليبيين يستعملوا موضوع الهجرة السرية والهجرة غير شرعية بتهديد الاتحاد الأوروبي في حد ذاته وهذا ربما ورقة اللي راح تلعبها ليبيا في كثير من المفاوضات اللي راح تكون مستقبلا واليوم ليبيا الشيء الأساسي والهام والهام جدا أن المشكلة الليبي لابد أن تكون طروحات ليبيا للوصول بالمجتمع الليبي إلى كما قلت إلى بر الأمان نعم إذن هذا يدخل دائما في إطار هذه الجماعات الإرهابية التي تحدثنا عنها تبحث دائما عن بؤرة التوتر بؤرة الصراع عن الفراغ الأمني والسياسي لتنتشر فيه وهو ما حدث في ليبيا يعني هل يعتبر انتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا خاصة تنظيم داعش فيما سبق يعني عنصر من عناصر الحرب الوكالة هذا السؤال نجيب عنه بعد فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود موسط هذا النقاش برسول السلام بالقوق مستمعين الأكارم أرجو أن تبقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير لمواصلة هذا النقاح جيوسترات جيوسترات تغيرات إقليمية ودولية ترسم ملامح نظام عالمي جديد يلقي بدلاله على الساحل جيوسترات برنامج أسبوعي يسلط الضوء على التحديات والرهانات الجيو سياسية بالمنطقة برنامج أسبوعي يصالق الضوء على التحديات والرهانات الجيو سياسية بالمنطقة أهلا ومرحبا بكم سمعين ألا كارم إلى هذا العدد في جزء الثاني من برنامج جيوسترات نحن نتحدث عن الأزمة الليبية والفواعل المنتشرة فيها إلى أي مدى تعتبر ساحة كبرى للحرب بالوكالة إذن التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في ليبيا تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق كبرى من ليبيا هل هو مجرد جماعات إرهابية كانت موجودة ووجدت في الساحة الليبية فرصة للانتشار وفي الفراغ الليبي أم أنها تقف وراءها ربما أطراف وفواعل أخرى غذتها وجعلتها تستقوي بهذا الشكل طبيعة الحال هي ليست أمور قامت من عدم وإنما كما قلت حتى نشوف نأخذه مقارنة بسيطة بسيطة جدا انتشار الفوضى وعدم الاستقرار ميدان خصب لهذه الجماعات إسقاط نظام صدام حسين في العراق كانت بداية الخراب وبداية هذه الجماعات وتنظيم داعش من ثم من العراق نفس الشيء في ليبيا إسقاط نظام عم القدافي وبرز هذه الجماعات وبتالي شفنا حتى الطريقة التي تم فيها إسقاط النظام في ليبيا لصراحة طريقة نعم كيف نفسر أن هذه الجماعات برسل سلم بالقوق لا تضرب المصالح الغربية خاصة في الثروات والمصالح في الموارد في المناطق التي تنتشر فيها وتستهدف المدنيين أو تستهدف مصالح ذلك البلد أو تلك الدولة وهنا لما سنتحضر عن حالة الليبي بالمثال هذا تفهم كل شي تفهم كل شي المصالح الغربية بالخصوص المصالح الفرنسية لم تمس وكان الليبيين جامعات إرهابية متنحرة فيما بينها ولكن الثروات التي كانت مستغلة وكانت تحت سيطرة الغربية بالخصوص الفرنسية بصفة خاصة لم تمس وبالتالي نفس الشي كان يحدث في النيجر في استغلال لوراليوم النيجيري ولكن لم يتم المساس ولو مرة بالمنشآت الغربية في تلك المنطقة وبالتالي اليوم المنطقة كلها إفريقيا بالخصوص وبعض الدول الغانية نعاود نقول نقول نحنا كنا زمان نربطه بس تكون تنمية يجب أن يكون الأمن والعلاقة الطردية لموجودة بين الأمن والتنمية من الأول لذلك الحق والأمن أم التنمية أم الأثنين فيما بعض نفس الشيء راح يطرح اليوم بين الموارد الطبيعية والاستقرار أو عدم الاستقرار هناك علاقة طردية كما سبق وعند قرأت بروسيس المقوق الأمن والموارد الطبيعية يعني هذه المعادلة يمكن أن تشكل مستهدفة وهل تعتقد هنا أن الحرب بالوكالة هي التهديد الأكبر لهذه الدول التي تمتلك موارد طبيعية طبيعة الحال دائما في ليبيا في ليبيا أنا بديت لك بالخريطة الجو سياسية الليبيا دولة غنية وغنية جدا موقع استراتيجي ثروات طبيعية هذا كل شيء من بين هذا ممكن نعتبره ديديفي هو تحديات 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 لأي حكومة التي ستأتي لليبيا فيما بعد واليوم ربما وهذا هذا يستشراف نتمنى وإن شاء الله ما يكونش نحن ماذا بنا تقول ليبيا كما رأي ليبيا متحدة ليبيا ليبيين وليبيا تجتمع كل ليبيين تشد كل فصائل الليبيين الموجودة في ليبيا ولكن اليوم الغرب الغرب صفة عامة والدول اللي رأي اليوم ليبيا مسيطرة أنا أقول لك اليوم هذا الغرب يسعى جاهدا لإبقاء ليبيا غير مستقرة والدليل ربما ما تقول حسب العديد من القراءات هو هناك عدة تدخلات في ليبيا من دول غربية هناك دول تدعم خليفة حفتر والحكومة في طرابلس في بنغازي نعم في بنغازي وهناك من يدعم حكومة طرابلس وهي الحكومة المعترف بها دوليا والتي أيضا أسقطت في الأيام الماضية القليلة وبالتالي العملية الانتخابية التي دائما وراءها الغرب صراحة تسعى جاهدا لم تنجح أي عملية انتخابية في ليبيا لم تنجح في الظرف الحالي لماذا لم تحدد بعد الكعكة كيف تقسم بين الدول الكبرى أم ماذا إلحاح 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 الدول الغربية لتقسيم الثروات الليبية وبالتالي إيصال وكثير اليوم لأني كثير من طروحات يطرح سيناريو تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق وبالتالي يمكن منطقة في الشرق طالابلوس يمكن استغلال ويمكن السيطرة على هذه المناطق في حد ثلاثة ويتم تقسيمها بين الدول هذه ونحن نشوف الدول الكبرى اللي رأي موجودة اليوم في ليبيا الأزمة الروسية الأوكرانية أيضا أثرت وجعلت فوائل أخرى تتدخل في ليبيا على غرار أيضا الجانب الروسي أصبح له أيضا موضع قدر في ليبيا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا يعني التقلت للساحات إلى عد مناطق من بينها ليبيا هذه دول كبرى ونهيك عن دول كما قلت لك دول وظيفية أخرى تقل بوظائف إقليمية في الانتقال إقليمية لصالح الدول الكبرى ولكن في النهاية للأسف الشديد اليوم ليبيا دولة عربية نعم غياب المبادرات العربية لإخراج الدولة ليبيا من الأزمة التي رهي فيها لكن اليوم هناك هناك دول عربية تدعم طرف في النزاع على حساب طرف آخر في ليبيا للسيطرة ولبسط النفوذ دعم حتى هناك دعم بالسلاح اليوم ليبيا مهددة بتفجر حرب أهلية وحددت الأمم المتحدة على خلفية الحجد العسكري الذي يقوم به خليفة حفتر في الجنوب الغربي في ليبيا أني قل كين دول إقليمية وظيفية تقوم بهذا الدور وللأسف الشديد دول عربية ودول إسلامية نفس الشيء اللي راه في السودان نفس الطرح اللي راه مطروح على هذه الدول وعلى هذه المنطقة بالخصوص أنا أقول لك المشكل الأساسي والجوهري في هذه الدول بالخصوص القارة الإفريقية هو غياب المؤسسات السياسية في هذه الدول وبالتالي كل المشاريع لبناء أركان الدول في حداتها للحفاظ على المصالح الوطنية لهذه الدول الغائبة وبالتالي حتى الحديث اليوم هناك قراءات اليوم على خلفية ما يحدث في الجنوب الغربي من ليبيا والحجر العسكري خليفة حفتر والقوات التابعة يقولون أنهم يهدفون إلى تأمين الحدود في المثلث الحدودي بين ليبيا والجزائر وأيضا في المثلث الحدودي لكن هناك قراءات أخرى أنه من يقول بأنه يستهدف إسقاط حكومة طرابلس وفرض حصار آخر عليها هناك من يقول أنه يسعون إلى استهداف دول في المنطقة لكن رغم ذلك هناك يعني ضخ عسكري كبير وهناك تحشيد وهناك يعني هذا في المفهوم الاستراتيجي يعتبر تهديد أن يحدث تحشيد عسكري على حدود بلدان معينة أو على حدود بلد معينة هذا يشكال كبير وكبير جدا حتى كثير من الناس من حدود يكون بالتنسيق بطبيعة الحال وليس بالتحشيد العسكري بطبيعة الحال اليوم الحدود حتى كل ما تكون الحدود مطرمية الأطراف نعم راح تكون مكلفة للدولة المهددة نعم وبالتالي الدول بمعلم الكلمة الدول الوطنية راح تكون معاهدات لتأمين هذه الحدود وظهرت هذه حتى في عهد القدافي مع كثير من دول الجارة كان فيه تنسيق تنسيق يختم كل الدول المنطقة وهذا الشيء لكثير من دول اللي عبت الدور هذا وساهمت في إقامة اتفاقيات سميت حتى بعاصمة هذه الدول ومشات حتى في الدول الساحل ومبعد هذه الدول الساحل كانت تراجعت واليوم هي ندمت الأخر تحا نفس الشيء في ليبيا نفس الشيء في السوداء الليبيا اليوم بروسوسة منقسمة إلى حكومتين واحدة في الشرق حكومة طرابلس وهي يعني كانت هناك حكومة اليوم حكومة في الغرب يسيطر عليها البرلمان الغربي ويدعم خليفة حفتر وهؤلاء لهم أيضا من يدعمهم من القوى الدولية والقوى الإقليمية كانت في 2019 حاول خليفة حفتر محاصرة طرابلس والهجوم عليها لكن هذا الهجوم تم إيقافه اليوم يشن أيضا يقوم بتحشيد عسكري آخر هذا يهدد بإعادة نشوب حرب أهلية في ليبيا لكن هذه التدخلات هل تعتقد أنها توجه ليبيا نحو هذا الاتجاه نحو الاتجاه السقوط في حرب أهلية أخرى هو هذا الحشود في البداية هذا الحشود ليست بريئة هذا الحشود هي مدعمة من طرف دول خارجية وهذا الدول أني يقول لك للأسف الشديد هي دول وظيفية ودول مشكل كبير وكان راح يكون منفلات أمني في ليبيا نعم راح تكون الأثر التاعه السلبية على كل منطقة نعم حتى تمس بالخصوص لا ننسى ليبيا هي لعندها حدود مباشرة مع مصر العربية نعم ومصر العربية راح تكون مفتوحة على منطقة لكثير من اليوم هذه التحركات في ليبيا كما قلت بدعم من قوى إقليمية وقوى دولية يعني هناك تحليلات تقول بأنها تهدف للسيطرة على منطقة غدامس الحدودية الحيوية وهذه المنطقة تضم مطار دولي ومنفذ بري وتضم يعني عديد من الأمور الحيوية التي يسعى إليها ربما هذا التحرك اليوم كاين باللغة الفرنسية قلوا ديلام استراتيجيك كاين معزق استراتيجي اليوم في المشكلة الليبي الأزمة الليبية خلقت معزق استراتيجي في المنطقة لكل الدول المجاورة لليبيا في البداية ولبعض الدول الكبرى لتستغل الموارد الطبيعية يا في ليبيا يا في دول يعني التحذيرات السابقة من عدم قامة تنظيم انتخابات في ليبيا والتهديد الناجم عنها بدأ بانقسام البلد إلى برلمانين وحكومتين وجيشين واليوم البلد مهدد بالذهاب إلى حرب أهلية يعني عدم الإسلاع في إيجاد حل سياسي لليبيا يهدد اليوم بهذا السيناريو خاصة وأنه كما قلنا هناك أطراف أخرى تقف وراء هذه الأطراف على الأرض على شاكلة الحرب الوكالة يعني هذا التهديد الخروج منه هو بتنظيم انتخابات في ليبيا هذا هو الحل هو الحل وانتقال سلمي للسلطة والحل ربما راح يكون الحل الأول والأخير للدولة الليبية هو يكون حل سلمي وحل سياسي الليبيين في حداتهم بعدم تدخل أي طرف أجنبي كان وأي وكيل وأي دولة راح تقوم بدورها يعني على الليبيين أن يجدوا مخرجا ويفرضوه على هذه الفواعل الدولية هل هذا هو الحل الحل هذا هو الحل الأخير في يد الليبيين لأن هناك من يقول أن الحل في يد هذه الفواعل الدولية يجب أن تتفق على السيغامة أنا قلت لك التدخلات الفواعل الخارجية كلها كلها مبنية على أساس مصلحي وبرقماتي وبالتالي اليوم الكعكة في ليبيا في أذهان هؤلاء مقسمة خلاص مقسمة يعني يجب على الليبيين أن يلعبوا لتحقيق الاستقرار والسلم في هذه المنطقة بهذا وقد وصلنا إلى ختام هذا العدد أشكرك أشكرا جزيلا على كل ما تقدمت به وأنت البحث في الشؤون الاستراتيجية شكرا كما أشكرك استمعينا على تنمي على حسن المتابعة تقبلوا تحياتي أنا حسين مزورة وتحية الفريق العام معي ترجمة نانسي قنقر